السلام عليكم ومهارم معادي الفيديو المعارضة هيكون واحد من سلسلة فيديوهات لجواز وحمل ولادة بتاع ديبا والعناب براول حفظ الماي بورو ان شاء الله النهاردة احنا هنالو بس الانتو وبعد كده هنرجع بقى ليوم جواز ديبا ونعرف الحفظ يلا بينا اوكي الحكاية بدأت اول ما ابتدينا نلاحظ دم على ديبا ويعرفنا ان هو دا معدها وبعد كده زي اي صاحب نتاية بتبقى ان النتاية بتاعته على وش جواز بيبدأ ان هو ايه يدور على الدكر المناسب واللي عجبه ان هو يجوز منه طبعا دكول في مصر عددها مش قليل الطلقات في مصر مستوياتها حلوة جدا والناس كتيرة جدا بس انا مع تجربتي المرة اللي فاتت المرة اللي فاتت دي تاني مرة للناس اللي متعرفش ان انا جاوز فيها ديبا اا اول مرة فوضت لها حيضة وبعد كده جاوزتها وبعد كده فوضت حتين او تلاتة وبعد كده جاوزتها ااااااااااو لما جيت ادور ااااق الاول دورت على الكلبة اللي معها بيديجريهات اس بي زي ديفا ديفا معها وبعد كده بصراحة لقيت الجوازة هتبقى غالية جدا يعني. وجيت حسبتها ان انا لسه ورايا لو انا حجوز من كلب عنده بيديجري لسه حزج المزرعة وده بفلوس. ولسه حعمل بيديجريهات او اه تحليل دم وده برضو بفلوس. غير تمان الجوازة الموضوع مكلف جدا 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 عشان تنتج اه يعني جراوي بورق. ف وبعدين برضو مع من اول ما انتجت من المرة اللي فاتت لحد النهاردة كل اللي بيسألني مسلا لو فيه جراوي او كده واجي اقول له مسلا لو انت عايز حاجة ببيديجريهات او لأ بلاقي معظم الناس مش مش هميمها اوي البيديجريهات يعني في هميمها ان الكلب يكون كويس اه سلالة محترمة حاجة مواصفات حلوة جدا ولكن الورق بيبقى الناس مش هميمها اوي الورق ومش هميمها اوي الا ان هي تدخل في مسابقات وحاجات زي كده. فالمهم بعد كده قلت طيب خلاص مش مهم ان انا اه اجيب ادور على كلب بورق التارجت عندي او الهدف الاول والاخير عندي ان انا يبقى الكلب اللي انا عايز اجوز منه يكون فعلا مواصفاته حلوة جدا 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 بشرط ان هو يكون زي ديفا بحيث ان انا مش عايز اعمل ما بين الشورت هير واللونج هير. اه فدورت لحد ما اه قابلت اه استاذ رابح. استاذ رابح من الناس المحترمة غنية عن التعريف يعني في المجال كلاب. اه اتكلمنا مع بعض وبعت لي صور وفيديوهات للذكر اللي عنده كانت حاجة محترمة جدا جدا جدا. اه واللي شجعني كمان ان هو كان سنه مش كبير يعني سنه اه كان صغير كمان. اه تحكلت على ربنا اه وسافرت له طنطة وبصيت على الكلب الكلب كمان على الحقيقة ما شاء الله كان حاجة احلى من الفيديو واحلى من الصور. الله يبرك له يا رب. اه واخدت القرار ان انا خلاص هرجع اه واجيب ديفا وارجع تاني اه اجوز منه. اه رحت اه رجعت جبت ديفا واسبت هالو. اه اه جوزنا تلات مرات ما بين كل مرة والتانية فوتنا يوم. اه ديفا من 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 الكلاب اللي مش من السهلة قوي جوازاتها. يعني جوازاتها بتبقى كلبة متعبة في جوازاتها. اه عايزة واحد محترف وهو هو عارف هو بيعمل ايه. واستاذ رابح كان من الناس اللي فهمها هي بتعمل ايه. والجوازة الحمد لله رب العالمين عدت بنجاح اه جامد. اه ده كان اه باختصار كده اه رحلتي مع جواز ديفا للمرة التانية. اه في الفيديو الجاي هنتكلم عن الحمل. وبعدها هنتكلم عن الولادة. وبعد كده هنتكلم عن اه الجراوي. هتبقى حلقات متتالية ان شاء الله وحيبقى هحاول ان هي تبقى يومية. يعني بحاول ان انا دبس نفسي بحيص ان انا اه انزل كل يوم. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتدوسوا على الجرس عشان ما يفوتكمش الفيديوهات اللي جاية. وما تنسوش تعملوا اللايك وسبسكرايب فولو على الفيسبوك والانستجرام. وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. يوم. السلام عليكم.